إلى الضيفة في البلاتو سيدة ربما الكل كان يعلق آمال بنجاح قمة الجزائر للتقال لكن ربما بعد ساعات من انطلاقها تبخرت هذه الآمال لتوصل إلى اتفاق فيما يخص اجتماع الجزائر أولا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا جد متفائلة يعني من أول من البارح وكنت أنا جد متفائلة إلا أن بعد تصريحات الوزراء وزير الإيراني ووزير السعودي بدأت الأمال أو بدأت تفاؤل نوعا ما يعني ينقص أولا يجب أن نحلل الإحصائيات والأرقام أولا هو عبارة عن اجتماع غير رسمي إذا كان اجتماعا رسمي هو الذي يتمخذ عنه قرارات رسمية يعني تلك القرارات التي ستكون سريعا مفعول أما هذا عبارة عن اجتماع غير رسمي هو عبارة عن اجتماع يقابله بإنعقاد يعني الدورة الخامسة عشر نعم لكن سيدتي الفاضلة من قبل الكل نوهة بأن الاجتماع غير رسمي بالجزائر سيكون مجرد فيه يعني مشاورات فقط وليس لاتخاذ القرارات وإنما حسب ما صدر اليوم يعني القرارات سوف تأخذ خلال اجتماع فيينا في نوفمبر المقبل بإذن الله هي خطة طريق وضعت من أجل اتخاذ قرارات في فيينا في نوفمبر في فيينا ولكن القرارات الحاسمة يعني على الأقل أنها وضعت كخطة للتشاور أولا الجزائر نغم الموضوعية وفقت إلى حد كبير في جمع الطرف المتناقبة هذا يعني يحسب عليها يعني يحسب لها عفوا طبعا نقاط إيجابية طبعا نقاط إيجابية أحسن من اجتماع الدوحة لأن الدوحة كان هناك غياب للطرف الإيراني على الأقل سجل في هذا الاجتماع حضور الطرف الإيراني إذن نعرف بأن منظمة الأوبك أعضاءها اتفقوا على أنهم لئن يتفقوا ولكن على الأقل اجتماعهم ويعني نجاح الجزائر في ضمهم وفي وضعهم في دائرة واحدة وفي مائدة من أجل التناقش ومن أجل التحاوض هذا شيء إيجابي يحسب للجزائر ما رأيك أو لديك إضافات؟ العلاقات الإيرانية السعودية يعني إيران ماذا تسعى خصوصا بعد رفع الحصار عليها يعني بعد رفع العقوبة عليها تسعى إلى يعني أنها التعاود ترجع إلى المستوى الذي كانت تنتج له من قبل العقاب يعني أنه إلى 4 مليون برميل لليوم أو أكثر بحلول 2017 تسعى أيضا إلى الوصول إلى 4.5 مليون برميل لليوم ولكن هذه الاتفاق على أنهم يجمدوا الإنتاج أو يخفضوا في الإنتاج هذا مستبعد كثيرا في استراتيجية أو السياسة الإيرانية الاتفاق يجب علي أن يكون سعودي أكثر من إيراني يعني هنا بش يكون إلى اتفاق يجب أن يضحي أحد الطرفين هنا التعند الذي رأيه واقع بين الطرفين لا يؤدي إلى نتيجة يعني يجب أن تكون هناك تضحية سواء من إيران أو من السعودي يعني من قبل الطرفين ولكن الأرجح يكون سعودي أكثر من إيراني لأن إيران بعد العقوبات نعم وفي ظل كل هذه المعطيات وحرب الكولسة منذ الساعات الأولى لانطلق الاجتماع المعلوم أن كل دول المصادرة للنفط أهدفها مشتركة لكن لماذا هذا التعنت الإيراني وربما بعض المناورات السعودية مدام الأهدف مشتركة هي شوف كل الأزمات الاقتصادية يقبلها أزمات سياسية يعني السعودي منبعه هو جيوسياسي إذن هذا هو التفسير الوحيد لهذا التعند يعني الواقع بين البلدين وحتى لو أننا نشوفه بأنه إنتاج السعودية 10.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بإيران هذا ره رقم كبير مقارنة بالإنتاج الإيراني روسيا 11 مليون برميل في اليوم إذن لما نشوفه هذه الأرقام مقارنة بإيران على الأقل تنازلات من طرف السعودية تكون أحسن وأكثر استقرالا على أن يكون من طرف الإيراني لكن لماذا تتمسك إيران برغبتها وسعيها لإنتاج 4 مليون برميل يوميا الرجوع إلى الرقم الذي كان عليه قبل العقوبة تحاول استرجاع مكانتها وحصصها الإنتاجية وحصصها السوقية في الأسواق المشكلة الثانية أيضا هو أنه بعدما قررت روسيا والسعودية في أفريل الفارد أنهم يجمدوا الإنتاج انتعشت نوعا ما الأسعار ولكنها لطالما عادت ورجعت في التذبذوب إذن قضية التجميد أو تخفيض الإنتاج أظن أنه مرهوش حل وإنما هو عبارة عن حل مؤقت وليس حل جذري إذن المدرر الكبير هي الدول التي تنتج أقل والتي عندها حيث السوقية أقل في منظمة الأوباك مثل بنزويلة والجزائر ربما من هو الخاسر الأكبر من عدم التوصل إلى أي اتفاق عدم التوصل إلى أي اتفاق مشترك بين دول الأعضاء في منظمة الأوباك وهل يمكن أن تتجه حقيقة أسعار النفط في الأسواق العالمية نحو التوازن في ظل حرب كولسة في هذه الاجتماعات السوق تحكمه مكانيزمات العرض والطلب يعني ما نقدر فقط العارضين هم اللي يحكموا في السعر أما المقبلين أو المستهلكين إما تحكمه مكانيزمات السوق العرض والطلب إذن الدول المستهلكة للبيترول والدول المصدرة للبيترول هي اللي تحدد السعر وهنا منظمة الأوباك فيها أطراف يعني فيها دول مصدرة للبيترول ولكن ما ننسوش الأعضاء الأخرى يعني الدول المصدرة كانت مثل روسيا مثل من بين أكبر الدول للمصدرة للبيترول وليات المتحدة الأمريكية التي تملك احتياطي يفوق 700 مليون برميل يعني احتياطي فقط وكانت هناك واحدة دراسة لمنظمة الأوباك أو عفواً لوزارة الطاقة الأمريكية في شهر أود 2016 وهو يتعلق بمراجعة الاستراتيجيات البعيدة للنفط الاستراتيجي الأمريكي يقول بأنه عليها أن أو خلال 2017 ستنقص الكميات إلى 530 إلى غير 600 مليون للبرميل إذن هذه الاستراتيجية وكأنه نقول بأنه هناك الإشاعة السوق ماذا يتحكم فيه؟ تحكم فيه قانون العرض والطلب وكان هناك ميكانيزمات أخرى من بينها المعلومات سوق المعلومات أو نقول عليه الإشاعة بمجرد أنه إشاعة صدرت فقط أو كلام أو تصريح من قبل الوزير الإيراني أو الوزير السعودي أثر على السعر أثر على برسة أو على السعر النفط النزل وبمجرد أنه صرحوا بأنه هناك ممكن تفاؤل ماذا اليوم آخر ممكن أنه نقف على طاولة التشاور والحوار ممكن أن يكون هناك حل ممكن أن عرضت إن تعشت فيه سيدتي أحلام إذا تم هذا الصراع على أجيو سياسي هل برأيك سيتم الخروج لاتفاق خلال الاجتماع الرسمي بفييننا؟ نقول أنه اتفاق رسمي أنا لا أعتقد لأنه على الدول المتضررة الآن أن لا تسعى دائما إلى الركض وراء سعر البرميل رابط العراء وننزل أظن أنها يجب عليها أن تبحث على مصادر أخرى مثل الطاقات المتجددة مصادر أخرى خارج مجال المحلوقات لأنه الركض فقط على برميل أو نقول أنه نربط تنمية اقتصادية تنمية بلاد على السعر هو في البورصة يعني ينزل وينخفض إذن هذا غير محقول ربما لا تعتقدين بأن الظرف الاقتصادي العالمي والأزمات المالية والاقتصادية التي تعيشها عدد من الدول في منظمة الأوبك أثرت على اجتماع الجزائر؟ أكيد حالة الركود الاقتصادي وحالة النمو الاقتصادي التي يجهدها العالم وبقى الصين يعني ما زالها لم تحقق معدلة نمو مرتفعة هذا يؤثر كله على الاقتصاد العالمي وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الريعي وأكساسي يعني سيدة أحلام من خلال الاجتماع غير رسمي ليبيا كانت غائبة عن الاجتماع هذا الغير رسمي خاصة بعدما أنها كانت تنتج أكثر من مليون برميل نفط يوميا كيف تفسرين هذا الغياب؟ قلت بأن الاستقرار الاقتصادي معه استقرار سياسي نظرا للحروب التي كانت وجهها ليبيا ومزالت والحصار الأمريكي وكل هذه الأزمات يعني كانت ليبيا غائبة ولا ستزال غائبة عن اللقاءات لأن ليبيا الآن من أجل رفع الحصار عنها ستعود للأسواق وسيعود الإنتاج وبالتالي سيكون هناك أيضا فائض في الإنتاج ومنه يعني ستكون أزمة أخرى نفطية إذا عادت ليبيا لتصدير النفط من جديد كيف سيؤثر ذلك على السوق النفطية؟ فائض زيادة الإنتاج وبالتالي فائض إذن هنا سيكون العرض أكثر من الطلب ولا تنسي أيضا أن المواسم موسم الصيف كان هناك موسم استهلاك للطاقة موسم الشداء أيضا موسم استهلاك للطاقة ولكن لو جاي موسم الربيع الربيع سينقص لكن بناء على هذه النقاط لو نعود إلى شهر أوت المشؤوم كما يسميه العديد من الاقتصاديين أوت لسنة 2014 وقتها نزل سعر النفط مدون المئة دولار للبرمي الواحد تحدثت عن فصل الشتاء لكن رغم توالي الفصول لكن أسعار نفط بقيت في مستويات تحت الخمسين دولار نظرا لوجود بدائل أخرى اكتشاف الغاز الصخري النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية وضخيها في الأسواق يعني هذا الفائض أو الكمل الموجود في الأسواق هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الأزمات طيب سيدة أحلامنا نتحدث قليلا عن أسعار النفط حيث لاحظنا بالأمس انخفاض طفيف اليوم عودت الارتفاع أيضا كان ارتفاع طفيف ما تعليقك على هذه النقطة؟ لماذا الانخفاض أمس بالذات؟ أنا قلت بأن سوق أو ميكانيزمة السوق تحكمه العرض والطلب وهناك أيضا شيء مهم جدا ربما تضمن مع الاجتماع غير الرسمي أكيد سوق المعلومات المعلومات هي أو شنو هي المعلومة؟ هي الكلام أو التصريح التأثيرات تتأثر بها سواء كان إيجابيا أو سلبيا بمجرد تصريح من قبل الوزير الإيراني والوزير السعودي بأن هذا اللقاء عبارة عن لقاء تشاوري ولقاء فقط من أجل وضع خطط طريق سرعان ما هوت أسعار النفط وبالتالي يعني أنهم مشح يخرجوا بحلول متوقعة طيب سيدتي قبل يومين أو ثلاثة رئيس الإكوادور صرح بأنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق خلال الاجتماع غير رسمي يعني في الجزائر حذرة يعني من متاعب أخرى سوف تلحق بأسوق النفطية هي هذه المتاعب ستلحق أيضا بالدول المتضررة لأنه لما الدول تعتمد على أكثر من 90% أو 95% من إيرادتها على الإيرادات النفطية ستبني مشاريعها ستبني استثماراتها على تلك الإيرادات وبالتالي الخطط التنموية والاستراتيجيات التنموية كلها ستتوقف بمجرد أنها الإيرادات تنخفض إضافة إلى أن هناك حلول أخرى ستلجأ لها الدول من بينها هي الاستدانة الخارجية لا تنسوا هذا الأمر الاستدانة الخارجية التي تحتم على الدول أنها لا تقول فقط تجري وراء الاستدانة إنما خدمة الدين التي يكون عاتق أكبر منه مثل ما سرعنا في الثمانيات نعود إلى اجتماع الطاقة في الجزائر ربما الجزائر لعبت دور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين عدد من الدول وعقدة أزياد من ستين لقاء تشاوري ثنائي لكن دون جدوى يعني العديد من الدول رفضت خفض أو تجميد إنتاجها من النفط يعني ما هي الحلول يعني الواجب اتخاذها للخروج ربما من هذه الأزمة التي دمثل السنوات لا نقول بدون جدوى لأنه على المشاورات هذه حتى وإن لم تنجح في مجال تخفيض أسعار النفط ممكن أنها تنجح تنجح في أي شيء تنجح في إطارات أخرى مثلا استثمارات جديدة بين البلدين أو ما شبه ذلك خصوصا وأن الجزائر هي بلد واعد يملك إمكانيات بشرية هائلة يملك إمكانيات طبيعية هائلة يعني هي جلب أو هي مطمع بالنسبة للأجانب بالنسبة لإستثمارات الأجنبية إذن الحل اللي راني نشوف فيه أو معظم الاقتصادين أو معظم المواطنين ونشوفه فيه هو التخلي أو التخلي التدريجي على النفط أو الركود وراء هذا النفط والبحث عن بداء الأخرى من بينها اللي قلنا عليها هي البداء المتجدد أو الطاقات المتجدد ربما قبل أن نواصل النقاش لا أدري هل سنتحول بي المشاهدين إلى المركز الدولي للمؤتمرات أين سيلتحق بنا الزميل ياسم باباسي من هناك وقبل كذلك أن يلتحق بنا عبر الهاتف كل منها سيد ريدا شوقي عقون من العاصمة القطرية الدوحة وهو الباحث والمهندس في البترول وكذلك سيلتحق بنا من إسبانيا الخبير الاقتصادي وعضو هيئة تدريج السابق بجامعة الملك فيصل إبراهيم التركي لا أدري إن المباشر جاهز أم لا ليس أبدا فضلي وفيا طيب الأستاذة الخبيرة الاقتصادية أحلام أبو عزارة يعني تابعنا تابعنا الجوالات الماراتونية التي قام بها وزير الطاقة نوردين بوطرفة ما رأيه كيف فيما قام به يعني كوزير طاقة خصوصا أنه لم لم يكن يعني في وقت جزء قصير قام بجوالات وذلك لتقريب من روسيا من إيران من عدة بلدان يعني هذا شيء يحتسب له لأنه بمجرد أنه قبول 54 دولة لحضورها لهذا اللقاء يعني هذه في حدتها هي قفزة نوعية إذن إضافة إلى أنه حتى وإن ما نقضوش نحكمه على الفشل المسبق وإنما نقوله معلش مؤجل إلى غاية فيينا إلا أنه نجحت الجزائر دبلوماسيا لأنه باش تجمع الطرف متعارضة الطرف يعني كما نقوله لدوزيكستخام أنها في طاولة للحوار وللتشاور هذا من من أكبر ربما أنك ترين بأن هذا الاجتماع غير الرسمي نجح سياسيا أكثر منه دبلوماسيا طيب أيضا نبقى دائما مع تصريحات التي كان يقولها سيد نوردين بطرفة أنه كان يحاول يعني الوصول لخمسين ما بين خمسين ستين دولار للبرميل يعني لتحقيق الاستثمار الاستثمارات السوقية يعني هل يمكن بعد هذا الاجتماع هل ستتأكد توقعات وزير الطاقة الجزائرية نوردين بطرفة بارتفاع أسعار النفط إلى ستين دولار للبرميل إلى سبعين أو ثمانين من أجل تحقيق الاستثمارات اللي رهي متعطلة مركز مركز على خمسين خمسين أحسن من تسعة أكيد أكيد أحسن ولكن الظروف الراهنة والمؤشرات والإحسائيات اللي رهي بين أيدينا السعر لأنه نحن نتكلم كاقتصاديين السعر يتحدد قلنا بالعرض والطلب العرض راهه أكثر من الطلب كيف تتوقع أنه يرتفع إذن هذه أظن أنه أترك إلى فين ما جدوى عقد هذه اللقاءات والتشاورات والاجتماعات مدام دائما نعود إلى قاعدة العرض والطلب ليس ليس لديها جدوى قلنا بأنه على الأقل يجب على الطرف المساهمة في ذلك على الأقل أنه يكون فيه طرف واحد يتنازل نوعا ما يتنازل من أجل الطرف الآخر من أجل المصلحة الكلية لا تنساش بأنه إنتاج السعودية 10.1 مليون برميل لليوم مقارنة بإيران 3.7 مليون للبرميل إذن هذا الاختلاف الموجود بينهما يسمح بأنه تكون السعودية هي القوة الاقتصادية الأولى في منظمة الأوبيك نبقى دائما في ذاتي الاجتماع وعلى هامش هي رفض وزراء الطاقة لدولي الخليج خلال اليوم الثاني من اجتماع الجزائر لطاقة الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلى شكرا ولكن أعلى عزيز の اشتركوا في القناة الذين يرفضون التحدث لوسائل العالم في اجتماع أهام يعني ينتظر منه والكثير خصوصا أن كل أنظار العالم متجهة إلى هذا اللقاء هي وجوهات نظر يعني من حقه أنه يسرح من حقه أنه ما يسرحش ولكن أظن أنه هناك مجال مخصص للتسريح حيقا مندوة صحفية يعني يخبر ببلاشي فقد ويكون باطل نعم سيدتي ربما نلتقل إلى موضوع الطاقات المتجددة بما أنه قبل قليل تحدثتي وقلت يجب القروج من سياسة أو من الاقتصاد الريعي تبعي نعم تبعي الاقتصاد الريعي وذكرت نقطة هو اللجوء للطاقات المتجددة يعني في هذه النقطة ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تطرحها الجزائر خصوصا تنتهز الفرصة خصوصا في هذا الاجتماع غير الرسمي تطرحها على طاولة لمناقشة هذا الموضوع ربما للخروج عن السياسة الريعي أكيد هي الطاقات المتجددة هي عبارة عن الطاقات هي الطاق الريحي الطاق الشمسي والجزائر تسخر بطاقات يعني هائلة خصوصا أن عندها مناخ استثماري جيد مناخ طبيعي جيد يسمح بالاستثمار في مثل هذه المجالات إذن رغم أن تكلفة مثل هذه الاستثمارات هي تكلفة باهضة حتى أن الاستمرار في الاستثمار فيها أيضا يجب أن يكون هناك تكوينات وأموال طائلة تبدل لازم من أجل تحقيق مثل هذه الاستثمارات الجزائر بدأت في الخوض في هذه مثل هذه الاستثمارات أظن في منطقة أدرال كان هناك في غردايا أيضا وحققت نسبة وصدنا بأن إلا تخني ذاكرة سيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع فيفري الفارد ركز بشكل كبير على موضوع الطاقة المتجددة كونها طاقة تنمية مستدامة يعني وش نقصده بالتنمية المستدامة هي أنها نكتفي بالتنمية المحلية دون النسيان ومراعاة الأجيال القادمة يعني خصوصا وأن الطاقات الطبيعية خصوصا النفط والغاز هي عبارة عن طاقات مستنفدة يعني راهي في الخدود من 2025 2030 ويقولوا بأنها ستندثر وبالتالي علينا البحث عن طاقات أخرى مثل الطاقات المتجددة من أجل تمويل يعني يعني طيب على ضرارة قاتل المتجددة ما الذي سيمكن الجزائر قادرة مثلا أن تقوم بالقطاع الفلاحي خصوصا ومكتل كانت عفوا يعني كانت عندنا فرص كثيرة ما استغلناها كانت عندنا بحبوحة مالية كانت عندنا بحبوحة مالية نقصد في البحبوحة المالية اللي كانت في الألفينات 2001 2002 غاية 2007 هل جزائر قادرة الولوج إلى الطاقات المستدامة خاصة أنها تكلف الكثير ونحن نعيش أزمة منذ ثلاث سنوات ليس بالقدر اللي كانوا متوقعين لأنه بالحديث عن الطاقات المستدامة لأنها مكلفة جدا على الأقل أنا حل بديل معتناش عن آخر إذا خلاصت الطاقة وخلاص السعر البرميل يتهاوى وعندنا طاقات متجددة على الأقل الاستثمار فيها يكون هو الحل الأمثل إضافة إلى نقطة مهمة أضفتها يعني وفاء هو القطاعات المنتجة الأخرى ما عندنا فقط غير القطاع الرعي عندنا قطاع السياحة عندنا قطاع الفلاحة عندنا عدة قطاعات أخرى قطاع الصناعة إذن إذن ما نكتفيش فقط بالتركيب مثلا في قطاع الصناعة ما نكتفيش فقط بالتركيب مثل مثلا ما حدث فيما مشكلة المادة الأولية دائما فقط قبل أن نكمل النقاش أظن أن المباشر غير جاهز لحد الآن من المركز الدولي للمؤتمرات أين ننتظر من لحظة إلى أخرى انضمام الزملاء المتواجدين هناك والفرقة التقنية لقناة النهار لموافتنا بآخر المستجدات كما تبعنا قبل قليل الندوة الصحفية التي عقدها وزير الطاقة الجزائرية نوردين بو طرفا الزميلة سورية شعلال ربما ستلتحق بعد لحظات وعيد وذكر بهذا الخبر الهام أسفل الشاشة وزير الطاقة الإيرانية أكد لقناة النهار بأن اجتماع الجزائر واجتماع تشاوري فقط وليس محطة لاتخاذ أي قرار وسيشكل ورقة طريقة لقمة فيينا شهر نوفمبر القادم وتحدث كذلك عن مراجعة سقف الإنتاج والأسعار وقال وزير وطاقة الإيراني بأنها ليست مسألة إيرانية وفقط وأن العرض والطلب هو مرجعي التحديد السعر بعيدا عن أي توفقات هذا وبالحديث عن أسعار النفط حيث ارتفعت في تدولات متبينة اليوم الأربعاء عقب خسائر حد في الجلسة السابقة مع بيانات تشير إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بالرغم من أن أجواء القلق من عدم وجود اتفاق بين المنتجين على خفض الإنتاج حدت من المكاسب وفي هذا الصدد ارتفع الخام القياسي العالمي مزيج برانت 12 سنة إلى 46.09 دولار للبرميل بعد أن انخفض بـ 1.38 دولار أو بـ 2.9 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة في حين وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 40.72 دولار للبرميل بعد أن صعيد إلى 45.9 دولار للبرميل في تعاملات مبكرة وأنهى الخام الأمريكي تعاملاته منخفضا بـ 1.26 دولار أو بـ 2.7 بالمئة في الجلسة السابعة المباشر غير جاهز لحد الآن من المركز الدولي للمؤتمرات أعود للنقاش مع الأستاذة إذن دائما نتحدث عن حرب كولسة في كل اجتماعات يعني ما هو ربما مستقبل السوق النفطية خلال الأشهر القليلة القادمة هو التوقعات الآن مرتبطة باجتماع فيينا يعني احنا أو الاجتماع الحالي الذي تم البارح واليوم من أجل على الأقل أنه مهد الطريق أو وضع خطط طريق من أجل التشاور ومن أجل الحوار أو من أجل فتح نقاش أو نقول أنه نوفق أحسن في اجتماع فيينا إذن اجتماع فيينا هو سيكون أظن الورقة الحاسمة في منظمة الأوبك إضافة إلى دول أخرى ممكن أنها تحضر روسيا كونها أكبر منتجين أيضا إضافة إلى سعودية هي تنتج 11 مليون برميل في اليوم إذن حضورها على الأقل كطرف مراقب هنا على الأقل يكون هناك حوار يخرج به إلى نتيجة ويكون اجتماع رسمي أحسن من أنه يكون اجتماع غير رسمي ويقول بأنه القرارات تكون غير رسمية طيب سيدة أحلام إذا تم نجاح يعني بإذن الله إذا تم نجاح اجتماع فيينا في نوفمبر القادم هل سيكون للجزائر مثل إجراءات أو المعطيات التي تم تشاهر فيها خلال هذا الاجتماع الرسمي في الجزائر إذا تم تحقيقها في اجتماع فيينا وتفهم الكل والكل كان على رأي موحد كيف ستكون يعني مستقبلا كيف تكون النظرة مستقبلا على الجزائر هي أنه هناك حلين إما تجميل الإنتاج أو خفض الإنتاج وهنا هم الحلين مستبعدين يعني هما حلين ولكن هما مستبعدين إلا في حالة ما إذا تنزل أحد الطرفين مثل ما قلنا يعني مثل ما قلنا من قبل إذن اجتماع فيينا هو اللي تكون الورقة الحاسمة بالنسبة لمنظمة الأوبك وكل الدول المسرد للفترون لأن هنا المصلحة هي المصلحة عامة والشيء المهم جدا هو أن لما نقوله تجميد أو خفض الإنتاج ليس لشهر أو شهرين وإنما يكون على مدى على الأقل متوسط سنة أو سنتين لأن لما تذبذب في الأسعار هذا يؤدي إلى الأزمات إذن هذا هو الذي يجعل السياسات أو الاستراتيجيات تأخذ بعين الاحتبار نعم قبل أن نتحول بكم إلى الجميد مستبعد أستاذة الأنظار كلها تتجه إلى المركز الدولي للمؤتمرات بعد ثلاثين دقيقة سينطلق الاجتماع غير رسمي لمنظمة الأوبك كما قلنا من قبل التجميد آخر أمل هذا هو الأمل الأخير ولو أن خلاص الأمل تبخرت فقط خطة طريق محاور أساسية ممكن أنهم يبثوا خطة قصيرة المدى متوسطة أو قصيرة المدى لحد نوفمبر 2016 أو أخر نوفمبر 2016 هذا ما عودون عليه كل مرة هذا ما كان متوقعا كان بعض الأمل كانت معلقة على اجتماعي الدوحة لتتأجل الأمال إلى اجتماع الجزائر ومرة أخرى تتأجل الأمال إلى اجتماع فيينا والأسعار تبقى تعرف سقوط حر هذا ما جنيناه على أنفسنا لأننا علقنا اقتصادنا بمدة زائلة هذا ما جنيناه على أنفسنا كفيا نقول هذا ما طيب سيدة أحلام ماذا تقصد إيران يعني مراجعة سوق الإنتاج والأسعار ليست مسألة إيران فقط أكيد لأنها ليست الوحيدة التي تقوم بإنتاج النفط لأن إيران كانت يعني هذا شيء طبيعي إيران كانت عندها عقوبة كانت يعني عندها عقوبة لما رفعت العقوبة على إيران ماذا تسعى تسعى إلى أنها ترجع مكانتها في السوق ترجع حصصها في السوق يرجع إنتاجها رغم أنه بعض الآلات الإنتاجية هي ما زالت معطلة بمجرد أنها تزيد أو تتصلح تلك الآلات يزيد يعني احتمال أنها تزيد في الإنتاج ويوصل إلى غاية ما هو ما هو متوقع أربع مليون أو أكثر هي قالت بأنه ممكن منتصف 2017 يصل إلى أربعة فاصل خمسة مليون للبرميل إذن هذا متوقع من إيران إيران لن تتراجع عن قرارها الآن الباقي على السعودية هي اللي تقوم ب ربما السعودية هي الأخرى تقول لماذا إيران لن تتنزل حتى أنا لا أتنزل ويبقى الصراع متواصل هذا ما سنراه أو ما سيكشف على الاجتماع الجين إن شاء الله يكون فيها شكرا جزيلا لك الأستاذة في كلية العلوم الاقتصادية على كل هذه التفاصيل أحلام بوعزارة شكرا جزيلا لك شكرا لك زمينة وافية خباب على كل هذه التفاصيل كنا نود أن يلتحق بنا من قطر رضا شوقي عقون وكذلك من إسبانيا إبراهيم التركي لكي يشاركنا النقاش وإثراء النقاش لكن تعذر علينا الاتصال بهم مشاهدينا